مرحبا بكم جميعا في ريسكول اسمي صابرين وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتديرك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شركنا دار اليمامة على دعمها لنا في إنجاز هذه الكابسولة اليوم سنراجع درس المبتدأ مركبا الذي درستمه في القسم سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة للتعرف على المبتدأ مركبا في مختلف أشكاله لكن أولا إليكم هذه الملاحظة تتركب الجملة الإسمية من ركنين أساسيين وهما المبتدأ والخبر وكل منهما يأتي مرفوعا بالضمة الظاهرة في آخره مثال الشمس مشرقة الشمس مبتدأ مرفوعا بالضمة الظاهرة في آخره مشرقة خبر مرفوعا بالضمة الظاهرة في آخره هل نحن جاهزون؟ سنبدأ بهذا التمرين والمأخوذ من الكتاب الموازي جسر النجاح والذي يضم العديد من الأسئلة والتمارين الأخرى المرفقة بالإسلاح سنجعل المبتدأ مركبا في الجمل التالية لكن أولا إليكم هذه الملاحظة المبتدأ هو الركن الأول من ركني الجملة الإسمية وهو ما يبتدأ به الكلام لذلك صمي بالمبتدأ ويأتي مرفوعا دائما يريد المبتدأ إما مفردة كما رأينا في الكبسولة السابقة وإما مركبا وهو ما سنتبينه في هذه الكبسولة يأتي المبتدأ مركبا على عدة أشكال وهي كالأتي المبتدأ مركبا نعطيا مثال الصديق الحقيقي كنز لا يفنى المبتدأ مركبا إضافيا مثال حديقة المنزل جميلة المبتدأ مركبا عطفيا مثال الليل والنهار متعاقبان المبتدأ مركبا بداليا مثال هذا الرجل قوي لنواصل مع التمرين نبدأ بالجملة الأولى تحتوي الجملة التالية على مبتدأ مفردة أي يتكون من كلمة واحدة فقط وهي اسم ونحن سنجعله يتكون من اسمين فيصبح مركبا من كلمتين فنقول المؤمن الصادق يرضي ربه المؤمن الصادق مبتدأ مركبا نعطيا نمر إلى الجملة الثانية مدينة سوسة ساحلية مدينة سوسة مبتدأ مركبا إضافيا أضفنا كلمة سوسة إلى كلمة مدينة فأصبح المبتدأ مركبا أي يتكون من كلمتين نمر إلى الجملة الثالثة ذلك الولد أهداني وردة ذلك الولد مبتدأ مركبا بداليا ننهي بالجملة الأخيرة أضواء الإشارة تنظم حركة المرور أضواء الإشارة مبتدأ مركبا إضافيا أحسنتم ريسكول ودار يماما فخراني بكم لنمر الآن إلى التطبيق اختر الجملة التي تحتوي على مبتدأ مركبا القلم شجرة ثمرتها الألفاظ أو خير الأصحاب من يدلك على خير إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الإجابة هي خير الأصحاب من يدلك على خير نمر إلى السؤال الطالي أجب بصواب أو خطأ يمكن للمبتدأ أن يأتي مركبا من فعلين أو من فعل واحد صواب أو خطأ إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الإجابة هي خطأ يمكن للمبتدأ أن يأتي مركبا من اسمين أو من اسم واحد فإذا بدأت الجملة بفعل عندها ستصبح الجملة فعلية أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمارين والمشاهدة المستمرة للكبسوليت المنجزة بالاشتراك مع دار اليمامة إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوات التعليمية الأخرى أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر